أوعزت الهيئة العامة لغرفة تجارة الكرك إلى المحافظ بحل مجلس إدارة الغرفة وتشكيل لجنة مؤقتة من خارج المجلس القرار جاء عقب اجتماع الهيئة العامة اليوم لوجود تجاوزات من بعض أعضاء مجلس الإدارة في اتخاذ قرارات سابقة ونسبت الهيئة العامة عقب مناقشة التقريرين الإداري والمالي بإلغاء وإيقاف قرارات مجلس إدارة غرفة تجارة الكرك وحل مجلس إدارة الغرفة والطلب من محافظ الكرك بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الغرفة لحين إجراء انتخابات الغرف التجارية التي لم يتم الإعلان عن موعد إجرائها لغاية الآن من قبل وزير الصناعة والتجارة والتموين كان هناك توصيات في اللجان على الموافق على تعيين مدق حسابات المصادقة على الميزانية الختامية لغرفة تجارة 2016 إقرار العمال المجلس ل2017 إقرار الميزانية ل2018 لمجل المهام ومن القرارات التي تم اتخاذها اليوم من قبل أعضاء الهيئة العامة هو حل المجلس وتشكيل لجنة من خارج المجلس لإدارة الغرفة لحين إجراء انتخابات حيث أن المدة القانونية للغرفة قد تجاوزت هذا الأمور